من يومين كان فيه مؤتمر صحفي مهم تم الإعلام فيه عن افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين حدث سنوي بيستنى كل الناس من كل دول العالم من سنة 69 لما وزير الثقافة في هذا التوقيت دكتور ثروة عكاشة عاهد للدكتورة سهير القلموي بأن احنا نعمل طبعاً وحنا بنحتفل بايد مصر الثقافي قال إن احنا هنعمل معرض للكتاب وبالفعل من سنة 69 ما فيش سنة ما ظهرش فيها معرض القاهرة أو انطلق فيها معرض القاهرة للكتاب كتير من الأسر المصرية بتفضل إنها تعتبر المعرض عبارة عن خروج الكل العيلة كده خاصة بعد ما بقى فيه جناح مخصص للأطفال بخلاف العروض الفنية اللي بتكون موجودة كتير من هنا كمان بيخلص يومه في زيارة المعرض من غير ما يكون حقق هدفه واشترق الكتب اللي هو محتاجه عشان كده بنحتاج كتالوج لزيارة المعرض عشان نحقق أكبر قدر من الاستفادة الكتالوج ده يشرحه لنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد توفيق لمنوارنا صباح الخير عليك أستاذ محمد صباح الفل يا أهلا بك منوارنا أهلا بسهلا بحضرتك في البداية زينا نعرف رحلتك مع معرض الكتاب وإيه اللي تغير خلال السنوات الفاتحة أولا أنا من عشاء معرض الكتاب ورأيي إنه دي من أحلى خروجات الشعب المصري يعني إحنا من أكتر المعرض في العالم اللي بيروحها ناس بغض النظر عن فكرة الشراء وهتكلم عنها بس أنا رأيي إنه خروجة معرض الكتاب شيء مهم وتقسم مهم الحياة المصريين أنت بيروح حوالي خمسة مليون كل سنة معرض الكتاب فأنت بتتكلم في رقم أكبر من تعداد دول يعني أنت اللي بيروح معرض الكتاب عندنا أكبر من دول كتير جدا على مستوى العالم وبالتالي فإحنا معرض تاريخي كمان أنت بتتكلم 54 سنة وبالتالي فهو ليه زخم كبير جدا أكبر كتاب في العالم العربية على مدار التاريخ من مصر وبالتالي فهو حضروا ناس وفنانين وثقافين كبار جدا وعلى مستوى العالم كمان كان بيجي لنا ناس طول الوقت يعني بيحضروا معرض الكتاب وبالتالي فإنت المعرض خروجة عظيمة يعني أقدر أقولك أن في وقت من الأوقات الناس كانت بتروح شاء الندوات بس وكانت الندوات الجماهرية في المعرض أنا فاكر كويس قوي لما كان مثلا الأبنودي الله يرحمه مع محمود دلويش مثلا في ندوة فاكر كويس قوي أنه أنت كنت ممكن تروح من تسعة الصبح عشان تحضر لستة بالليل ويلحقت جوه يلحقت بره يعني من كتر ما كانت شبه جمهور الاستاذ بالزبط يعني كامل العدد تماما وإيه الناس وقفة على رجليها وكذا الحاجة التانية الفرجة على الكتب شيء مهم جدا يعني يمكن العقاد في كتابه وأنا كان بيحكي عن أنه إزاي الفرجة على الكتب بس وتعرف عنوينها بس ده نوع من الثقافة إنك مجرد تاخد عيالك يتفرجوا على فكرة إنه الكتاب ده اسمه وإيه الكاتب ده اسمه المسألة دي بالمناسبة يعني بتثبت الشخصية بتخلي البني آدم عنده وعي مبكر جدا جدا وبالتالي يحب الكتب يعني بدل ما تقول تعالى يا ابني إقرأ ولازم تحب القرية لا فكرة بس إنه يتفرج ويتمشى فيه خاصة المعرض دلوقتي في التجمع كمان شكل حلو تقدر تتمشى بشكل لطيف والجو جميل والدنيا لطيفة بالتالي تقدر تحب القرية بشكل مختلف عن الشكل النمطي اللي هو القرية مهمة لازم تقرأ لا مجرد الفرجة على الكتب هتبقى شيء مهم بالنسبة له جدا عظيم طيب أسرة مصرية رايحة للمرة الأولى مفروض يوم هيمشي إزاي داخل المعرض وإيه الخطة للمفروض تبقى حطها علشان تقدر تستفيد باليوم بشكل كبير هي كأسرة أول حاجة لازم تعملها تروح معرض الطفل يعني لازم تروح الجناح بتاع الطفل وطبعا كامل كلاني لرائد أدب الأطفال هو شخصية معرض الطفل السنة دي وبالتالي فلازم اشتروا أعمال كامل كلاني وده هيبقى بالنسبة لهم ممتع على مستوى حتى الفرج على الإصدارات يعني الناس ممكن تقول لي طب ممكن يبقى الإصدار غالي ممكن يبقى الكتاب ده ما قدرش على التامن اتفرج وانبسط ممكن تشتري بقى من الهائة العامة للكتاب أولا أسعار هتبقى في المتناول جدا ممكن تشتري من أسور الثقافة هتبقى الأسعار يعني في حد الوقت بعشرة جنيه وبعشرين جنيه كتب ممكن تشتريها وجيدة وجيدة جدا وكتب كبار تقدر تروح مركز قامل الترجمة لو عايز ترى كتب مترجمة وبرضو بأسعار طول الوقت في خصمة 50% وبالتالي فتقدر تشتري كتب مهمة جدا وبأسعار أليلة فالأماكن دي أنا بالنسبة لي بمناسبة لازم أعدي عليهم قبل ما أشوف المعرض في إيه يعني دي لفة أنا لازم أعملها الأماكن دي عشان تشتري كتب جيدة جدا بسعر أليل وجيد بالنسبة لك تخفضات كمان في النسخة دي تخفضات كبيرة حتى داخل المعرض صحيح يعني هم عاملين حسابهم مراعين يعني هم عارفين أن الظروف الاقتصادية عاملة إزاي وكان المفروض هيكون في زيادة خلال فترة اللي فاتت لكن وزيرة الثقافة قالت لا مش هنقدر نوصل للزيادة دي عشان يكون فيه يخلي المعرض أكثر جماهيرية لأن جمهور القراء دايما متعطشين لكل ما هو جديد حتى لو كانت الكتب موجودة صحيح يمكن تروح المعرض مجرد عشان بس تبقى خروجة مهمة للأسرة المصرية خاصة أن تذكرت المعرض بخمسة جنيه وبالتالي فهي برضو مشجعة جدا أنك تدخل المعرض وتتفرج على الكتب وتفاصيلها بالإضافة لفكرة التخفضات دي دي موجودة وفيه وسائل المواصلات بتنقلك ودي مسألة الحقيقة في منتهى الأهمية إنك فيه ميادين مصر الرئيسية فيه سبع حطوط مواصلات مجانا بتوديك للمعرض وبالتالي فكرة المرواح للمعرض كمان مش صعبة يعني أنت ممكن تقول التجمع فأنا جاي مثلا من أكتوبر فيه هتلاقي مواصلات أكتوبر توديك التجمع وبالتالي جاي من حلوان هتلاقي وديك أنت جاي من وسط البلد طبعا في ميادينة الرئيسية موجود فيها أنه خطوط المواصلات وبالتالي فالناس تبقى حبة المسألة دي بالإضافة لي أنه شخصية المعرض الرئيسية صلاح جهين لازم تشتري أعماله كاملة بقى يعني دي تبع الهيئة لأعمال الكتاب والتالي فالأسعار مناسبة جدا فتقدر تشتري الأعمال الكاملة لصلاح جهين وبينقصين وتنبسط بقى يعني صلاح جهين من أكبر الكتاب يعني فيه تاريخ مصر ووطن العربي ورأي أنه من أكبر الكتاب في العالم فيه مجالات مختلفة لأنه هو شاعر ورسام وفنان وسينمائي يعني هو جمعة مواهب مختلفة أنا الحقيقة بسميه ميسي بتاع الكتابة هو طول الوقت ممكن يعمل أي حاجة وبيعمل كل الحاجات بنفس القدرة ودي مسألة ما حصلتش في التاريخ هل دي أول مرة يتم فيها تكريم شاعر عمية أو اختيار شخصية العام شاعر عمية هو فكرة شاعر عمية أخذ بالك إحنا شعر العمية عندنا بمثاب الدول بر يعني إحنا عندنا شعرين أنت بتكلم في صلاح جاهين بتكلم في الأبنودي بتكلم في فوقات حداد بتكلم في ساتح جاب يعني فأنت بتكلم في النهاية مش أشخاص عاديين وبالتالي فتكريمهم يعني قبل كده الأبنودي خد جايزة الدولة وبالتالي وكان أول شاعر عمية ياخدها وبالتالي فأنت طول وقت شاعر العمية عندك ليه مكان الحاجة الوحيدة اللي إحنا مقصرين فيها في شعرها العمية إنه يدرسوا في المناهج إنه يصلحوا للتدريس في المناهج احنا طول الوقت بندرس شعرها الفصحة بس صح يعني اتمنى ان احنا هلتفت لدي لانه دي النقطة لانه احنا متفردين فيها بشكل كبير زي ما حضرتك بتقول النجوم العظام يعني على مستوى العالم العربي مش بس في مصر عايزة حكا ما انت تكلمني عن الاجنحة الجديدة السنة دي في المعرض هو احنا انت مبدئيا لما بتدخل المعرض انت عندك الصلاة بقت واضحة صلاة واحد اتنين ثلاث اربع وهم ورا بعد على نصف الصف بشكل يعني لطيف جدا وانت داخل انت عندك 1200 عندك الجزء العربي لو انت عايز تشوف الاجنحة العربية يعني طبعا بتبقى اسعارها اغلى شوية عشان الناس برضو قبل ما تروحهم ما تتخضش يعني الكتب اللي هي مترجمة او جاية من الوطن العربي بتبقى سعرها اغلى شوية من الكتب بتاعتنا وبتالي فاللي عايز يروح يشوف او يشتري منها موجودة في الاجنحة المصرية النشرين المصريين الحقيقة بيبسلوا جهد جبار في المعرض لانه بن قصين هو عيد للثقافة في مصر مش مجرد يعني انت زي ما عندنا العيد الصغر وعيد الكبير او عيد الفطر وعيد الاطحى انت عندك عيد الثقافة في مصر في معرض الكتاب وبالتالي فانت بتروح الاجنحة دي انت بيبقى عندك كتاب شباب عندك كتاب كبار عايشين عندك كتاب راحلين طبعا مصر بقى زخيرتها من المسألة دي انت بممكن تروح ما كانتوا بعارف ان هنا مثلا الاعمال الكاملة لنجيب محفوظ يوسف ادريس يوسف السباعي حسن عبد القدوس ده جزء لو انت عايز تقرى ساخر عندك محمود السعداني احمد رجب محمد عفيفي لو انت عايز تقرى سياسي عندك استاذ هيكل ممكن تقرى جمال حمدان شخصية مصر الاعمال الكاملة بتبقى دايما موجودة في المعرض وكذا فطول الوقت الاجنحة المختلفة دي بتوفر على حسب انت رايح لانهي كاتب او رايح لانهي نوع من الكتب انت عايز تقرى فانهي مجال عايز تقرى في الشعر زي ما قلنا بعض الاسماء عظيم ايه رأيك في وجود بعض الفعاليات الثقافية على هامش هذا المعرض كان بقى لنا فترة كان المعرض معرض بس جينا تقريبا من 2010 على ما اعتقد بدأنا واحدة واحدة كده تدخل مجموعة من الفعاليات الثقافية المختلفة والندوات وكده بس هو احنا احنا تاريخنا لا تاريخنا فيه الندوات من زمان يعني احنا من سنة 69 عندنا الندوات موجودة وبجمهرية كبيرة بقى نسبة يعني يعني انا حضرت حاجات كتير من يعني على قد سن يعني من التسعينات جمهرية جبارة يعني انا فاكر ندوة استاذ هيكل مثلا الندوة تاريخية مصر كلها في المعرض عايزة تسمع رغم من صعب الدخول للقاعة اللي فيها الندوة وبالتالي احنا عندنا الفنانين بيروحوا احنا عندنا الفنان كبير الزعيم عادل امام راح المعرض اكتر من مرف اكتر من دورة عندنا عادة كبير من الفنانين راحوا المعرض على مدار تاريخه من تأسيسه 69 كل سنة بتقدر تعمل ندوات تجذب مجموعة جديدة من شمال انت طول الوقت برضو بلغة الترند انت بيطلع كاتب ترند في الوقت ده فده بتلاقيه في المعرض سواء على مستوى مصر او على مستوى العربي سنة دي جمعا انت هايلي على وجه التحديد كل صغار الصغار الناشرين اللي تقدموا تم قابلهم صحيح هو ممكن يكون بمساحات صغيرة بس موجودين يعني فكرة انه الناشرين اللي هم صغار الناشرين او الناشئين او الناشرين اللي عمرهم قصير في الناشر موجودين في مساحة صغيرة 18 متر لكن موجودين فيه طبعا ناشرين بمساحات كبيرة يعني 90 متر وحاجات بالشكل ده دور الناشر التاريخية في مصر عندها دور ناشر برضو عمرها 50 سنة و70 سنة و80 سنة وهكذا عظيم احنا بدأنا هذا المعرض وكان عندنا خمس دول فيهم 100 ناشر احنا دلوقتي نتكلم في 1047 ناشر موجودين في هذه النسخة فده عدد كبير جدا لو هنتكلم عن التطوير اللي بيحصل باستمرار في المعرض فعلى سبيل المثال احنا عندنا في النسخة دي هيكون فيه اهتمام ومحور مهم جدا لصناع المحتوى اليوتيوبرز فدي اعتقد من الحاجات المهمة لان احنا دايما بنتكلم عن ديجتال مصر الرقمية الجمهورية الجديدة الجمهورية الرقمية الفكرة دي انا رأي ان انت بعد خمس سنين اغلب القراءة هتبقى بالشكل ده يعني اغلب القراءة هتبقى ديجتال انت مع رتفاع سعر الكتاب هتفكر كتير في المنصات فهتروح في المعرض تتفرج وتقرر تشترك في المنصة اللي انت هتشترك بس لازم تروح للمعرض برد لازم تروح لا اسخد بالك المعرض هنا هو مش مجرد قرية هي فسحة للمصريين المصريين اتعودوا انت بتكون في 54 سنة فانت في اجيال والدي وربما جدي كانوا بيروحوا المعرض فانت الفكرة انه على مدار سنين كتير انت المصريين متعودين انه وقت يعني احنا من 24 يناير لحد ستفو براير في يعني الطريق الى معرض الكتاب كل يوم طريق الى التجمع اه بزرع طريق الى التجمع في يعني ملايين رايحين انت بتكلم خمسة مليون وبالتالي فانت المعرض هتروح هتروح لكن ممكن تروح تشتري بشكل مباشر ممكن تروح ما تشتريش وتروح تتفرج اكتر ممكن تروح تشتري حاجات بسيطة والباقي تعوضوا ديجيتال خاصة ان مسألة الدجيتال دي دلوقتي الدولة بتستثمر فيها بشكل قوي ورأي ان مع الوقت الدجيتال هيبقى ليه مكانة كبيرة اكبر هيبقى الناس مقبلة عليه بشكل مش مجرد انه يعني انت بتقرأ دلوقتي الكتب الجديدة اللي لسه نزلة احيانا ديجيتال دلوقتي بقى في منصات بتنزلها ديجيتال قبل ما تنزل ورقي هي كمان صناعة النشر تأثرت بكل اللي حصل عالميا يعني اه طبعا كورونا ومبعدها لأزمة روسية الاوكرانية فتأثرت زي زي صناعات اخرى كتير بس احنا برضو منلاقي كتب على مستوى العالم لسه بتوزع مليون نسخة يعني لسه كتاب الأمير هاري اكتر من مليون نسخة يعني في يم محدودة وبالتالي فانت تقدر طول الوقت تستسمر فيه كتب بعينها مع انك تقدر من خلال زي الهيئة العامة للكتاب ويعني الحاجات الرسمية تقدر تنزل سعر الكتاب زي مثلا العمال الكامل صلاح جايين لو انت بتشتريها من ناشر بشكل طبيعي انت ممكن تشتريها تكسروا لكن انت لما بتشتريها من خلال معرض الكتاب من خلال هيئة بتشتريها بسعر بسيط مقارنة بانه يعني مثلا انت ممكن تلاقي الكتاب الواحد لو اشترته برا هتلاقيه بمتين جنيه بينما انت ممكن تلاقي الاعمال الكاملة بمتين جنيه فالمسألة يعني مش هتلاقيها في المعرض طب عظيم اتكلمنا عن اجناحة الاطفال المخصصة الاطفال عايزين اتكلم عن اجناحة المخصصة للشباب والكتاب للشباب دايما اللي بيكتب للشباب بتكون عنده ادوات مختلفة عشان يقدر يخاطب فئة معينة من الناس فئة الشباب دايما متمرد دايما الشباب متمرد ايه رأيك في الاعمال اللي بتكتب للشباب خلال الفترة أنا رأيي انه طول الوقت الاعمال بتشبه اصحابها يعني انت ما اقدرش احجر على ناس بتحب تقرأ نوع معين او لكاتب معين لكن اقدر اقول انه العمل بيشبه صاحبه انت احيانا يعني مثلا فيه ناس ممكن تزعل من انه بين قصين ترند في ادب الرعب انه ادب الرعب بيبقى موجود باكتساح في المعرض بتلاقي عدد كبير جدا من دور النشر بتستثمر في ادب الرعب احمد مراد يعني الشباب هو طبعا هو احمد مراد تحديدا يعني ما اقدرش يصنفه رعب بالمعنى ده لكن هو احمد مراد انا رأيي انه دور مهم جدا بيلعبه يعني يمكن يكون مختلف شوية مع الناس في المساعد لا انا شايف انه دور مهم انه طول الوقت الكاتب اللي بيقود بقى مصر طول الوقت الكاتب البصدر بقى مصر دي بالنسبة لي شيء مهم لانه بيحافظ على ان مصر على جيل بعد جيل بتقدر تتصدر ممكن تختلف مع الحاجة تتفق مع الحاجة دي قصة تانية ممكن تكون دي ميولك او دي مش ميولك لكن في النهاية برضه انك لما بتروح المعرض عندك تنوع تقدر تختار كاتب وتقدر تقول ان الكاتب ده انا مش حابه وتقدر انه مع كل دورة انت بيطلع نوع ادب بيبقى زي ما قولك هو زي الادب الروع مثلا الوقت هو تريند ممكن يطلع كاتب بيكسر الدنيا انت بتلاقي احيانا في المعرض بتلاقي صفوف طويلة جدا جدا قدام كاتب ممكن انت كن مش عارف اسمه صح يعني وتبقى مغضوط هو اي ده هو ازاي مشهور كده او ان الوحيد اللي معرفوش هو مصر طب يطلع من المعرض بالزغط ودي حصلت كتير طيب احترام القارئ المصري احنا بنشوف زخم كبير جدا في معرض القاهرة دولي الكتاب سنة بعد سنة ودول كتيرة بتحب ان هي تشارك وده دلالة واضحة على احترام القارئ المصري القارئ المصري اولا هو ابو الكاتب المصري يعني يعني انا رأي ان القارئ هو اللي بيخترع الكاتب الموجه احيانا كتير للكاتب لان انت لما بتشوف القارئ احيانا فيه كاتب بيشوف القارئ عايز يبتدي يكتب دي نقطة فيه كاتب لما بيكتب اللي هو حبه بيبتدي يستقطب نوع جديد من القراء ايهما الاكثر جماهيرية ده ولا ده لا اللي بيختار القارئ بتاعه الاول يعني اللي من الاول مختار انه رايح لمين يعني مثلا لو انت محدد تحديدا الفئلة العمرية اللي هي الاكثر زخم والاكثر بين قصين كده الالترس بتوع الكتب يعني اللي هي الفئة من 14 سنة مثلا ليه 24 سنة او 25 سنة او 15 ل25 للسن ده لو الكاتب رايح له لا هيلاقي جماهيرية جبارة خاصة لما يكون هو بيبتدي مع القراءة وانا رأيي بالمناسبة ان فيه مداخل للقراءة احنا طول وقت للاسف ما بنستوعبش الفكرة دي قوي يعني مثلا ممكن حد يقولي على كاتب معين مش يقول اسمه عشان ما حدش ينسعلي يعني بس ممكن فيقولي الكاتب ده انت شايف اهتمامك بي كبير وهو ما يستحق اقوله ده اسمه مدخل قراءة ده مش قراءة يعني لما يكون شاعر انت مش شايفه شاعر كبير ده مدخل لما هتقرله وبعد شوية هتعرف انك تروح تقرى لصلاح الجهين وتقرى لأبنودي وده مكسب كبير جدا وعلى فكرة فيه كتاب في تاريخنا كانوا بيلعبوا الدور ده بس يعني يعني مثلا استاذ أنيس منصور وهو كاتب كبير وعظيم كان دوره الرئيسي ان يجيب قراءة جديد لعالم القراءة مش دوره انك تكمل معايا يعني كانت بطولة أنيس منصور رئيسي يمكن انا كان لياه شرف ان انا قابلته واغلب الكتاب الكبار يعني قابلتهم لكن كان طول الوقت بيعتز جدا بالدور ده ان انا جبت المصر حبيبتك في المصر ملايين ملايين مش يعني مش بكلم في الف قارئ ولا عشر تلاف ولا مئة الف بكلم في ملايين القراء حبوا القراءة عن طريق اسم نصور راحوا بعد كده بقروا المين تيخل ثانيا فهو ما تخلق بس للعالم القراءة وده دور مش عايزين نستهين بي أبدا بالعكس ده دور مهم جدا في الحقيقة كمانا عايزين نسأل حضرتك عن الذكاء الاصطناعي ودوره في مسألة صناعة النشر والقراية هل احنا في تخوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال هو للأسف انا كان عندي تجربة في أمريكا يعني رحت نيويورك تايمز وشتون بوست وبلومبرج وعدد كبير من الصحف الأمريكية ففكرة الروبوت لا ممكن يعمل اي حاجة بكتب مقالات لا ممكن يعمل اي حاجة يعني انت لو عملت له مدخلات لي مقالات للأستاذ هيكل مثلا يطلع لك مقال لشبه مقالات للأستاذ هيكل عملت له مدخلات بشعر أحمد شوقي طلع لك شعر شبه أحمد شوقي شبه بنفس المفردات يعني ولا شبه بنفس المفردات بيستخدم نفس المفردات بيستخدم لو هو مثلا بيستخدم بحر معين فهو بيلقط مسألة البحر دي فبيستخدم البحر الشاعلي ده وكذا وبالتالي فهو متطور جدا بشكل مخيف لكن أنا رأي وأنا سمعتكم قبل الهوى بفكرة أنه لا الإحساس هي الفكرة اللي هتفضل طول الوقت أن إحنا كلنا مش شبه بعض دي مسألة بالمناسبة يمكن أن أشفت فيها فيلم أجنبي يتعامل عن القصة دي أن دي حاجة إحنا مستهونين بيها بس دي أهم حاجة في الدنيا خاصة لما تكون شخصية زي الشخصية المصرية البصمة البشرية بالضبط البصمة البشرية والبصمة الخاصة يعني إحنا مثلا ببساطة جدا بناقدر نقول أن إحنا عندنا بصمة مثلا لفنان كبير مثلا زي عاد الإمام البصمة دي معلمة في العالم العربي كله مش بكلم على مصر مش بكلم هنا من دافع أن أنا مصري فبدافع لا لا خالص أنت كل مواطن عربي لما اسم عاد الإمام بيتقال بيتحك لسبب غير التاني فده جزء الرموت ما عرفش يعمله يعني دي المسألة نفس المسألة بقى هنا في الكتابة روح الكاتب قصة والمفردات قصة تانية يعني أنت تقدر تعمل مفرداتك يعني هو هيعمل مفرداتك بالمناسبة زي كتاب ما بيقول بس مش بكلم روحك أبدا الحاجة التانية التجدد مش عارف يربط الأحداث كمان لا والتجدد أنت طول الوقت الكاتب أنت لما بتوصل بالمستوى بقى بتكلم بقى بتجيب محفوظ ويوسف دريس ومستوى ده فروح الكاتب هنا مسألة تضغى على كل شيء تجدد الكاتب من عمل لعمل وطريقة الكتابة وخد بالك هو ما بكتبش كل الأعمال هو مش روبط هو بكتبش كل الأعمال بنفس الطريقة أو بنفس النمطي لا هو في النهاية بيجدد فالروبط محتاج تدخله مدخلات تانية عشان هو يجدد وكان هو بيجدد احنا كمان واجب علينا التجديد احنا نذكرك طبعا شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي لجزيز محمد توفيق شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك